الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إيدنا السراط المستقيم سراط الغذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونبضلين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامل وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عيادنا قال قتلوا أبناء الذين آمنوا عنه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروري أقطل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عط بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكون كذبا فعليه كذبه وإن يكون صادقا يصلكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مصرف كذبا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصر من البأس الله إلدانا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب إثلد بقوم روح وعاد وثمد والذين من بعدهم فما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التداد يوم تولون مدبرين يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاص ومن يضر لله فما له من هاب ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا لك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضر الله من هو ومصرف مغتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبرنقة عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا ها ما نبلي صرحا لعلي أمنه الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إلهي موسى وإني لأرمه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تمام الله الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لنصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين يا قومي يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دام القرار وقال وقال يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دام القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا منكم من ذكر أو وفا وهو مؤمن ومن عمل صالحا من ذكر أو وفا وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يوذقون فيها بغير حساب ويا قوم آري أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله ومشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرب أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار فألتعون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأخور أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد